بسلسلة من الغارات الجوية على العاصمة وضواحيها من وادي ظهر في همدان شمال غرب صنعاء إلى الأعروش في خولان شمال شرقها اختتم التحالف السعودي الأسبوع الأول من أسبوعي وقف عملياته العسكرية التي لم تتوقف غارات هزت انفجاراتها أرجاء العاصمة وأثارتها لع السكان الآمنين في بيوتهم وخلفت دمارا وأضرارا في منازل ومزارع المواطنين الذين تحدثوا للميادين عن لحظات قصفهم واستهدافهم مع أطفالهم ونسائهم فجرا وهم نيام كنا راقدين آمنين بأمان الله أنا وزوجتي ما سمعنا إلا الغارة الأولى ويسلها الغارة الثانية ويسلها الغارة الثالثة الناس نائمين آمنين بأمان الله فوجئنا بالصواري ساعة الثنتين بعد منتصف العدوان الغاشم البربري باستهداف المزارع والبيوت المواطني غارات التحالف التسعت لتطال حرف سفيان في عمران مع صعدة ومضغى المأرب بعد غاراته على مناطق مجزر وصرواح وأخرى في الجوف والبيضاء وباقم صعدة بعضها لإسناد قواته على الأرض في جبهات الحدود والداخل وبالترافق مع استمرار خلوق قواته في الحديدة بالغارات وبالقصف المدفعي ارتفاع وطيرة الغارات والمعارك والقصف يشي بعدم وجود هدنة على الأرض رغم تكرار السعودية والتحالفها الالتزام بها ومحاولة إلصاق تهمة خرقها بقوات صنعاء التي لم تعلن عن أي تحرك عسكري وكل بيانات ناطقها العسكري تتحدث عن صد هجمات قوات التحالف وإفشالها يبدو أن التحالف السعودي الذي أعلن وقف عملياته العسكرية نسي أن يوقفها في الواقع وبدلا من ذلك اتجه إلى مزيد من التصعيد الجوي والبري ناسفا كل جهود وقف الحرب ومظهرا عدم جديته في السلام بهدنة ساخنة في أسبوعها الأول أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين